اليوم تشربة تمر الناس طلبتها كثير مبارح عملناها على مين؟ مريض سكر على مريض سكر وشوفنا التأثير راح نشوف اذا كانت الناس راح تتفاجأ والليوم راح عملها علي المريض الطبيعي المفروض طبعا اخذنا نوع تمر من السعودية من القصيم اسمه تمر السكري اخذنا خمس حبات لماذا اخذنا خمسة؟ لانه هو متوسط الوتر الناس اخذوا واحد اثلاثة 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 شوفنا تأثيره مبارح على مستوىات السكر والانسولين وعلى الشحوم الثلاثية فيه مريض السكري والليوم علي اذا انت مريض سكري وتحب التمر ضروري انك تشوف لانه نظريا مفروض انه معامل منخفض بس خلينا نشوف اذا هذا الحكي صحيح نبدأ؟ يلا صدمة 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 صح؟ جدا كنت متوقع هاي النتائج؟ لا والله صحيح احكي لك صراحة ولا انا يعني بالضبط يعني تمر معامل سكر منخفض نظريا تسعة وثلاثين من معاملات اللي تحت وانا تخيلت يعني اوكي عملنا على مريض السكر وعملنا عليه بس يعني انا كنت متوقع انت كان توقعك افضل من توقعي عشان الامانة انا كنت رح استعرض النتائج واشرح معناها اتمنى ان هذا الفيديو يوصل لكل الناس وخصوصا لكل الناس بلستنا وخصوصا مرضى السكري لا تنشرونا الاشياء الهبلة اللي زي تاعة الكورونا اللي عملتولنا عليه قصة هاي الفيديوهات اهم والله هاي الفيديوهات هاي فيها مصلحتكم وفيها حياتكم هاي هذا اللي مهم هاي هذا المهم انكم تعرفون هاي الكورونا سلامه عليكم شهر وبطل موجود صح؟ صح يلا الله يهاله معلوم التمر ذي الصراحة همه من الكورونا بمرأة مية بالمية طبعا يعني انا شغال في المجال ذا لي زمان الصراحة ما توقعت نتيجة والله لا انا توقع ييجي منك يلا خليني استعرض النتائج نراكم راح ابدأ بتأثير التمر علي انا ابتدأت في الصائم بنسبة سكر 100 وابتدأت بانسولين 5.9 وهو الوضع اللي انا عارة بقوم موجود فيه الغريب في الموضوع انه خلال الاربعين دقيقة وصل منسوب السكر عندي ال 158 وهاي القيمة الصراحة مشابهة لقيمة السكر الابيض لما حطيته مع الكوفي حطينا معلقتين اذا متذكرين الغريب اللي انا فاجأني هو استجابة الانسولين العنيفة اللي حصلت عشان يحكم برضو السكر في هذا الموضوع الانسولين اضطر الارتفع الى قيمة 86 في الاربعين دقيقة يعني ارتفع بكمية جدا كبيرة الصراحة انا ابدا ما كنت متوقعة ابدا يعني سوري حتى في المشروبات الغازية ما شفنا هذا الارتفاع الشغل الملاحظة الثاني على انه منسوبات الانسولين ضلت مرتفعة يعني ما نزلت انا بالعواية تنزل عندي للحد الطبيعي بعد مرور المئة الدقيقة ما زال في عندي ارتفاع بالانسولين 15.4 ولهو لساته اعلى من بداياتي من البيزلاين اللي انا ابتديت فيه الحاصل انه برغم من انه التمر برغم من ان انا شخص صحي وانتوا ان شاء الله بتكونوا صحين الى انه اكلوا بالعدد الكبير نعم الى تأثير على السكر وعلى الانسولين وحتى لو كان بعدد فردي والوتر وهذا عشان ننفي كمان الاشعة اللي طلعت اللي قولك اذا انت بتاخد التمر بعدد فردي ما بتحول سكر واذا اخدتوا بعدد زوجي بتحول سكر على كله كلام فاضي ولا اساسها لهم من العلم ما نحاول لو سمحتوا نربط السنة مواضيع السنة والممارسة بمواضيع العلم بالنسبة للمريضة السكر انا اول شي بتشكرك انك يعني وافقت انك تشاركي معنا هاي التجربة ابتدت فيه منسوب سكر كان ميتين ووستاش على الصيام وعطينا نفس العدد خمس تمرات طبعا استجابة الانسولين متوقعا هتكون ضعيفة لانه مريضة سكر اخر اليوم بوصل الحد الاعلى كان تسعة وتلاتين فيه بعد المئة الدقيقة ومع ذلك كان مازال السكر في ارتفاع طردي يعني بعد المئة الدقيقة كان لسه بيرتفع ووصل منسوبه لغاية متين واتنين وتسعين وطرينا نوقف التجربة طبعا لانه خلاص يعني قربنا التلاتمية ما عاد فينا انه نستنى الا لازم تاخد الدواء النتيجة والاستنتاج ان كان انت مقتنع على انه عدد فردي ولا مش عدد فردي ومقتنع انه سكر فواكه ولا مسكر فواكه ولا انه التمر سني ولا مس سني العدد يحكم اذا انت كنت مريض سكري ارجوك يعني لا تتجاوز الحب باليوم حدك اذا انت اكلت واذا انت كنت مريض طبيعي او شخص طبيعي كمان اتمنى انكم ما تتجاوزوا التلاتة لأي سبب من الاسباب يعني خمسة بصراحة كتير الامانة يعني اتمنى انه هذا الفيديو يعني يكون فيه الفائدة اتمنى انكم تشاركوه راح تفيدوا الناس كتير هاي الفيديوهات التجارب اللي احنا بالمختبر منعملها يعني عم بتكلفنا جهد ووقت وفلوس وكلها لأجل مصلحتكم لنوعيكم ايش التأثير الاغذية عليكم وارجوكم انكم انتو يعني تهتموا فيها اكتر من اهتمامكم بالشغلات اللي هي بصراحة ما الها معنا ولا تموص حياتكم ولا صحتكم ونراكم بالصحة والسلامة